السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم قناة أماميよね لتفصيل الأحلام ابشكر جدا 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 كل الناس اللي بتشترك معي في القناة وبشكر جدا 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 كل الناس اللي هتشترك معي في القناة أحباتي في الله يا ريت تشتركوا معي أكتر وتتواصلوا معي أكتر وشان بإذن الله تعالى يوصلكم كل جديد بأمر الله تعالى نهورده نتكلم عن رؤية الإبرة أو الحقن في المنام عليما تدل ده اللي هنعرفه النهاردة بس بعد ما نصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله بالنسبة لرؤية الحقنة أو الإبرة في المنام على ما تدل احنا قلنا ان الأحلام ملهاش قعدة ورؤية الحقنة في المنام كتير مننا بيشوف في منام انهم عا حقنة أو ان هو عازكم له بيأخذها بيأخذ الإبرة أو الحقنة دي طب رؤيتها في المنام بتشير ليه أو تفسيرها بيشير ليه في المنام رؤية الإبرة للرؤي لو شاف في منام ان هو ماسك الحقنة هنا بيدل ليه على كذا تفسير أول حاجة معنا ان هو ان شاء الله بإذن الله هيكون عنده صلاح أحوال للرؤي وهيتخطى المتاعب والمحن والأزمات اللي هو كان فيها رؤيته ان هو بيأخذ الإبرة أو الحقنة في منامه بيدل لو كان مريض بيدل ليه على الشفاء من المرض بعد معاناة مع المرض والتحقق المرض به ان شاء الله بإذن الله في الفترة القادمة ليه هيكون فيها شفاء بإذن الله من المرض رؤية الإبرة للشاب الأعزب بتدل ليه على الزواج كمان رؤية الإبرة أو الحقنة للبنت العزباء بتدل ليها على الزواج بإذن الله تعالى رؤية الحقنة للشخص الفقير تدل ليه على تيسير أموره في الفترة القادمة وإنه بإذن الله تعالى هينول مال وخير بإذن الله تعالى وهيتخطى محن كان هو كانت صعوبات موجودة عنده أو محن موجودة عنده وإنه إن شاء الله بإذن الله هيتخطى المحن والمصاعب اللي كانت والأزمات اللي كانت موجودة عنده كمان رؤية إن الرؤية بيعطي هنا بقى رؤيته إن هو بيعطي للميت حقنة أو الإبرة هنا بيدل الرؤية جميلة جدا إنها بتدل على إن المتوفي في مكانة عالية عند الله سبحانه وتعالى والله أعلى وأعلم طب لو الرؤية شاف منامه إن هو بيأخذ إبرة أو حقنة من المستشفى أو من دكتور أو من ممرد هنا بيدل ليه أو من عيادة كانت في عيادة دكتور وأخذ حقنة أو إبرة هنا بيدل ليه على إنه بإذن الله تعالى هيحصل على خير لو كانت في وظيفة أو عمل هيحصل على علاوة أو ترقية في عمله أو هينول خير كثير بإذن الله تعالى دي كانت رؤية الحقنة أو الإبرة في المنام بشكركم جدا على حسن استماعكم ليا وياريت تدعموني بلايك وشيل الفيديو أي حد عنده استفسار عن أي حلم يبعتولي في التعليقات وأنا إن شاء الله بإذن الله أرد علي بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر